الصورة الآن مشاهدين من عمان ودامة الكرد دامة هل من إجراءات وقرارات حكومية جديدة لمواجهة تفشي كورونا من جهة والتزام الأردنيين بهذه القرارات؟ حازم نحن الآن في جبل النصر على مدخل مخيم النصر والذي تم عزله بالأمس بعد اكتشاف ثلاث حالات من هذه الحالات حالتان هم تم فحصهم بشكل عشوائي وهذا بالإجراء الذي تتبعه الحكومة الأردنية للكشف عن البؤر الساخنة وعن تواجد الفيروس في بعض المناطق من هذه الحالات تم اليوم أو من الأمس عزل الحي حيث تتم الآن جمع العينات للمخالطين جميعا وأيضا تتبع المخالطين لأحد الأشخاص والذي يعمل في أحد محل السوبر ماركت من جهة ثانية تقوم فرق التطهير الكيموي الآن أيضا بتطهير الحي للتأكد من خلوه وأيضا لواحدة من إجراءات السلامة التي تقوم بها الحكومة إجراءات أخرى قامت بها الحكومة حيث أعلنت عن تمديد تعطيل المؤسسات الحكومية إلى نهاية شهر إبريل من أجل ضمان عدم مخالطة الأشخاص ومحاصرة وباء كورونا هذه الإجراءات التي تقوم بها أيضا من ضمنها على من ناحية تحاول محاصرة الوباء ومن جهة ثانية أيضا هناك محاولات أيضا لإعادة عجلة الحياة الطبيعية خاصة بعد تأثر الاقتصاد الأردني بحالة حضر التجول حيث تم السماح للمطاعم السياحية بفتح أبوابها فقط للتوصيل إلى المنازل إذن هناك إجراءات عديدة تقوم بها الحكومة الأردنية ومن جهة ثانية نجد أن المواطن الأردني بات ملتزما بهذه الإجراءات عدد خرق التجول بات قليلا مقارنة بالأيام السابقة هناك سماح أيضا لبعض المؤسسات بالعمل ضمن فقط 20% لكل شفت ما يعني بأن في المجمل يسمح لـ 40% من العاملين خاصة في المؤسسات الخاصة والتي تعطلت أعمالها بسبب حضر التجول تعطيل للمدارس والجامعات وتعليم عن بعد وقرارات جديدة مرتقبة فيما يتعلق بالجامعات وبالتحصيل وكيفية إجراء الامتحانات